قول قال الله تعالى وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافَتْ بِهَا وَابْتَغِي بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا السؤال ما هي الطريقة الصحيحة التي نطبق بها الآية الكريمة حيث نجد اليوم البعض يجهر بالصلاة السرية و غيرهم لا نسمع منه سوى تكبيرة الإحرام و هكذا أولا ينبغي لنا أن نفهم معنى الآية الكريمة فإن الآية نزلت في توجيه رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم في الفترة المكية و من المفسرين من يرى بأن المقصود هو الدعاء و أن الصلاة هنا يقصد بها الدعاء لأن الآية الكريمة يعني ورد قبلها قل ادعو الله أو ادعو الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى و لا تجهر بصلاتك و لا تخافت بها لكن هذا القول هو قول الأقل منهم و أكثر قول السلف و المفسرين هو أن المقصود هو الصلاة المعهودة مما كان مأمورا به في ذلك الوقت و قيل بأن المقصود القرآن بالصلاة و لا تجهر بصلاتك و لا تخافت بها أي بقراءة القرآن و لا أرى أن هذين القولين متعارضان إذ المقصود هو الجهر بالقرآن في الصلاة نعم فإن فعل رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم عليه الصلاة و سلم حينما كان يجهر فإن ذلك كان يثير المشركين فيدفعهم إلى أن يسبوا كتاب الله عز و جل و من أنزله و أن يسبوا رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و يجتموه فنهي عن هذا القدر من المجاهرة التي تدفع إلى مثل هذا الفعل الشنيع و العياذ بالله و أمر أيضا و نهي عن المسارة و لا تخافت بها الخفت أو المخافة يقصد بها المبالغة في الإسرار و وجه إلى أن يسلك مسلكا و سطا بحيث لا تثور حفيظة المشركين لكن من شاء السمع من المؤمنين معه أو ممن كان يسترق السمع من المشركين فإن ذلك يتاح له و لذلك قال و لا تجهر بصلاتك و لا تخافت بها و ابتغي بين ذلك سبيلا فالمقصول بابتغاء السبيل بين الجهر و الإخفات هو أن يكون قصدا لا هو بالجهر الذي يثير حفيظة المشركين و يعلمهم بأحواله فيتعرض بسبب ذلك للقرآن الكريم سبا و شتما و لله تبارك و تعالى و لرسوله و المؤمنين و لا بالمسارة بالإخفات الذي يمكن أن يمنع الراغبين في الانتفاع من سماع القرآن الكريم و سماع رسول الله صلى الله عليه و عليه و سلم و هو يتلوه في صلاته أما فيما يتعلق بالشطر الثاني الذي هو بنى عليه السؤال فإن الصلاة السرية المطلوب من المصلي فيها هو أن يحرك لسانه و شفتيه بما يسمع نفسه فقط بما يسمع أذنيه و رخص بعض الفقهاء نظرا لصعوبة أن يتمكن من إسماع نفسه دون أن يسمع من كان ملاصقا له فرخص في هذا القدر لكن مع ذلك ليحرص على أن يكون إسماعه لنفسه في الصلاة السرية أما في الصلاة الجهرية فبقدر ما يسمع المصلين مع المصلين خلفه و ذلك يعتمد على أحوال المسجد و الجماعة و الله تعالى أعلم أي في الصلاة الجهرية